اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون لا زال الحديث معنا موصولا عن أهمية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة الأمة المسلمة وقد كان حديثنا في الماضي عن منزلة السنة النبوية كما جاءت في كتاب الله عز وجل من الآيات والأوامر التي نزلت آبرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحذرة من معصيته ومخالفة أمره واليوم سنقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في بيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في بيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي حث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة على التمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته في كل ما يأمر وينهى فقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة يصعب على أحد إحساؤها وحسرها ويكفي أن نقف على بعضها لتدل على ما ورائها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنه باستجابة لدعوته والمبادرة إلى التمسك بسنته وطاعته فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال من ربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته فقال لي ما منعك أن تأتي إذ دعوتك قال يا رسول الله كنت أصلي قال أوما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته مما غبتي الاختلاف عليه ويأمرهم بالاعتمار بأمره والانتهاء عنه فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم ألا أنبيائهم ألا فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاشتنبوه وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمته بطاعته وأن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقد وصفت الملائكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب دعوة إلى الجنة فمن أجاب دعوته دخل الجنة ومن لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه دخل النار فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضن فقالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضن فقالوا إنما مثلوا صاحبكم كمثل رجل بنادارا وجعل فيها مأدبة وبعث مناديا ينادي فمن أجاب الداعي فبعث داعيا يدعو الناس إليه فمن أجاب الداعي يدخل الدار وأكل من المأدبة فمن لم يجب فمن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقال بعضهم أولوها له لعله يفقهها فقالوا إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضن فقالوا أما الدار فهي الجنة وأما الداعي فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة وأكل من مأدبتها ومن لم يجبه لم يدخلها ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس وقد حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم موعظة بليغة حتى ظنوا أنه كان يصيه أنه كان يودعهم وهي وصية لهم فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول الله فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيارى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلذلك كان أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يهتمون بسنته ويعتنون بكتابتها حتى تقر في أذهانهم ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر ابن العاس رضي الله عنه قال كنت أكتب كل ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كي أحفظه فنهتني قريش فقال إنما كان محمد بشر يرضى ويغضب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من في هذا إلا الحق فكانوا رضي الله تعالى عنهم يعتنون بسنته صلى الله عليه وآله وسلم لما يعلمون من عظيم منزلتها وكبير أهميتها في هذا الدين أخرج الإمام مسلم أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال جئت جئت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن العاس جالس في ذل الكعبة والناس مجتمعون عليه فقال إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم على شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه قد جعل الله عافيتها في أولها ويصوص يصيب آخرها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عباه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أمته من أقوام يدعون الأخذ بكتاب الله دون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرون أن في كتاب الله غنى عن سنته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام ابن عمعد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إنه لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي الحديث وثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي والحاكم ومستدرك الحاكم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكعا على عريكته يقول ما وجدنا من كتاب الله اتبعناه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنة وفي بيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فلا يمكن في موقف موقف مثل هذا أن نذكر كل ما ورد في ذلك وكفى من القلادة ما أحاط بالعنق أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبعد قدية لكرالي سنتبتك على الله سيراد أمينك سنتبتك على النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعال ينسى دعال ينسى دعال ينسى دعال ينسى دعال ينسى دعال ينسى ينسى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر